موسيقى طيب أظن بقى موضوعنا الرئيسي وشغلنا الشاغل النهاردة بصراحة هو جلسات الحوار الوطني الجلسة الأولى اللي تم انعقدها في صباح اليوم لمجلس الأمنة والمؤتمر الصحفي لا دا كانت الجلسة الأولى وبعدين راح تقريبا حوالي 25 دقيقة يدوب شربوا الشاي يدوب وبعدين قعدوا أربع ساعات وشوية يتناقشوا للخروج باللائح وبعدين المؤتمر الصحفي خلونا بقى هنا نعرف ما هو أبعد من ذلك لو صح الكلام يعني وعلى حسب ما هنقدر حول الحوار الوطني وجلساته ومجلس الأمنة وما يدور في الكواليس والليحة وما دا جاء في الليحة التي لم تنشر بعد حتى هذه اللحظة ينورنا داخل ستوديو سات النائب طلعت عبدالقاوي رئيس الاتحاد العام للجماعية الأهلية وعضوا مجلس النواب وعضوا مجلس أمناء الحوار الوطني منورنا فن إزاي الصحة أقوله تمام وأيضا سيد هشام مصطفى عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة منورنا في التاسعة إزاي الحال كله تمام؟ كله تمام الحمد لله طيب يمكن هنا هستأذن أن أنا عادة أبدأ من اليمين بس أنا المرة دي عايز أبدأ بشام بيه علشان اللي هنقوله قد يكون لديه تعليقات وإجابات من سيادة النائب خصوصا في إطار الجلسات اللي حصلت النهاردة هشام بيه شفت الجلسة اللي افتتاحها النهاردة الصبح اللي هي الجلسة الأولى اللي عقادها مجلس الأمنة إزاي الحوار الوطني وأيضا مجريات المؤتمر الصحفي أنا شفت الجلسة أنا أول حاجة في التوقيت والبداية لفتت نظري أن إحنا بدين بصورة جدية التوقيتات محددة البداية قوية البداية قوية مبشرة أن هما اجتماعات جدة استمرت لساعات الشغل أنا شايفه رائع بصراحة مبشر مبشر يعني أن هما في أنها اجتماعوا من نصهم معارضة ونصهم معلاء خارجين بصيغة يعني تنبئ أن إحنا بنسبالنا داخلين في مرحلة في مرحلة سياسية فيها استفاف وطني ونطج نطج سياسي والمؤتمر يبشر بخروج مخرجات هتبقى مفيدة ومبشرة وهترسم رؤى مؤتمر الصحة في شكله شكله جميل ومباشر إحنا شفافية الأسئلة كلها متاحة السيد المنصق العام ذي أرشوان يعني متحدث وسياسي قديم وجدير فأنا شايف أن إذا ما بيقولوا تطلع الأولانية كده لا يعني حلوة إن شاء الله الحوار هيكون شفاف والمخرجات قوية بإذن الله ده اللي أنا شفت قوية طيب هنا أرجع لأسية اللائب طلعت عبدالقوي ومن وقع بقى جلسة الصباح وحررت بقى طبيعة الحال كنت من الحاضرين وبالتأكيد شاركت فيه الجلسة المغلقة اللي احنا ما نعرفش إيه اللي ضار فيها ولكن الجلسة الصباحية كانت طويلة نوعا على غير المتوقع ولكن ما كانتش طويلة بفراغ أو بملل بل بالعكس كانت مليانة من كلام ثم الجلسة المغلقة التي زادت عن الأربع ساعات ثم المؤتمر للصحف نحن نتكلم على يوم أظن وصل لحوالي 9 أو 10 ساعات إيه اللي حصل في الجلسة المغلقة؟ بالتأكيد كان هناك حوارات بالتأكيد كان هناك بعض الاختلافات في وجهة النظر وده طبيعي بالتأكيد كان هناك شدا وجذبا إيجابيا للصالح السياسي والصالح الوطني ما الذي يدار في هذه الجلسة؟ هو الجلسة المغلقة الجلسة اللي هي الأولى وهي كان منقسمة قسمين قسم الأول كنا بنقش فيها لايحة داخلية طبعا زي أي مجلس وأي تشكيل في الدنيا بنقش لايحاته يعني فالأمانة العامة كانت عاملة مقترح أو الأمانة الفنية كانت عاملة مقترح مكون من 19 بند بالنسبة لخطة العمل وتنظيم عمل المجلسة المغلقة فحصل الحوار شديد جدا على كل بند فيه يعني كل نقطة فيهم كنا بنقش ومنقشها محترمة جدا يعني آلية الاجتماعات دوريتها نظامها آآ برضو بالنسبة آآ يعني النصاب آآ قانوني لأي جالسة آآ هل حيب فيه فوتينج تصويت أو لا فيش تصويت آآ فانتهينا حسننا بعد القضايا إن مثلا فيه حيب فيه توافق وليس بالأغلبية لا مش بالأغلبية حيب فيه توافق وحتى فيه بعض القضايا اختلافنا فيها طب فيه قضية كبيرة جدا وحصل عليها اختلاف فجات النظر اي حيه؟ أي قضية يعني قضية مثلا اقتصادية قضية سياسية هيتم التفاعل نرفع الأمر لرئيس الجمهورية بالأراء حتى لو رأيين مختلفين يعني ما يتم التوافق عليه هيتم رفعه في التقرير وإن كانت هناك بعض الأراء الغير متفقة فبرضو هترفق على هساس أننا نهدي فقامت الرئيس نظرة كاملة طبعا عشان ما بقاش احنا بنحقاز بجاعة لجاة احنا ملق الحوار ايضا فيه تحدثنا برضو عن المحاور يعني دي من ضمن اللايحة طبعا كان فيه يعني اتفاق على انهم بطاعت محاور بداية فيه المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي او المجتمعي بعض الزملاء اثاروا النقطة ضاية في الأهمية نعزين محور ثقافي واعلمي يبقى محور رابع يعني وهل احنا عنا نكتفل بمحاول لا ممكن المحاول الرئيسية دي كل محور يبقى دي مقرر ومقرر مساعد وممكن ينبسخ منها اللجان فراعية نحو قضايا طب فيه قضايا شائكة فيها سياسة وفيها اقتصاد فيها اجتماع بتحدد لها جلسة خاصة بها المجلس برضو من ضمن اللوايح ان احنا يعني يمكن ان المجلس الأمنى يستعين بالخبراء والمتخصصين اللي هما يساعدوهم ويبقى لهم قراء كبيوت خبرة برضو جلسات هل احنا اختلافنا برضو واتفقنا الجلسات الجلسات المجلس الاصل فيها علنية ولكن ممكن جدا تبقى فيه جلسات مغلخ حتى جلسات الحوار برضو حصل برضو ان الاصل تبقى علنية انما فيه بعض الجلسات حيبقى فيها ممكن امور شائكة شوية مش من مش يعني مش مطلوب ان تنقل الرأي العام بشكل كبير علشان ما نصدرش مشاكل بمعنى كلمة مشاكل يعني ولكن يحتم لازم هيطلع بيان صحفي بعد كل جلسة طب هل احنا هننتهي لحت نهاية الحوار علشان نطلع منتج لأ اي مرحلة مراحل اسبوعين شهر طلعنا بمنتج هنطلع المنتج ده علشان نقدر الرأي العام باستنى حاجات كتيرة جدا يعني ايضا تنقشنا في موضوع مثلا حضور الاعضاء في عضو رئيس الجلسة طب المنصق العام هو الحارس طب مش موجود من اللي ينوب عام اكبر اعضاء سنا لو هو غادر الجلسة يعني مسموح لحد يونيب حد في في ابداء رأي او في التصويت لو كان هناك تصويت في بعض القضايا وان القرارات اللي هي الاجرائية بتبقى فوتج دي خمسين في مئة زياد واحد اما القرارات الحاكمة دي اتفقنا عليها لازم يكون بالتوافق يعني برضو اتفقنا ان الحوار مفتوح للناس كلها كل المصريين وده منصوص عليه بشكل واضح الا زي ما ذكر كده بشكل واضح وجلي الا من يعني رفع السلاح او حرد او شارك ده ده مستبعد وايضا اضيف النهاردة كفكر جديد كل من واقف وحارب ولم يعترف بالدستور المصري ده برضو كان نقطة برضو حصل على توافق اللي هو ضد الدولة وضد الدستور يبقى ضد الدولة وده ربيش شخصي انقلابي يوجد حتى الروسيس ضياء وصفوا بان يسبح في الحال انقلابي انقلابي او فده برضو مش هيدخل في الحوار انا شخصيا استفدت جدا برضو من البرزنتيشن تم النهاردة مشهر محمود فوزي احطه كان جيد يعني 96000 مداخلة حاجة برضو مش قليلة طبعا يبقى في جدية في جدية فعلا يعني برضو النهاردة يعني كان فيه صراحة كاملة يعني طيب المجموعة دي كلها يعني طب هل كل واحد منهم بيمثل حاجة معينة لا انت بيتعوضوا مجلس امانا بقى دلوقتي انت بتمثل الدنيا كلها يعني برضو عشان ما يبقاش بقى ان انا رجاي عشان لا لا خالص يعني خلاص دي النقطة بقى انا على الحزب كذا عشان ندوب كلنا في المسألة ونبدأ يعني انتفق ان نختلف المهم احنا زينا نطلع بمنتج جيد ومنتج ومنتج محتران ده ده اللي احنا يمكن نركزنا عليه بعد كافي بقى اللي هي المنظومة الاخلاقية والمهنية مدونة مدونة الاخلاقية والمهنية دي كانت برضو قويسة جدا يعني كلها يعني اخلاقيات ويمكن لعلم حضاك فيه كتير او من البنود اللي في اللايحة يمكن يعني متاخدها من اللايحة داخلها لمجلس النواب يعني فعلا يعني ودي طبعا لاحة نموزاجية بتاخل مجلس النواب متاخد منها اجزاء كتير يعني اجمالا اجمالا اللقاء كان جيد يعني فيه شفافية فيه مصارحة فيه مكشفة الكل اتكلم مفيش حد ما اتكلمش وكلام كان موضوي ومفيش حد بيزايد على حد لا خالص بالعكس كلنا بنسمع بعض فيه ناس متحمسة زيادة شوية طبعا دوارد يعني كل دي كلام دي بيبقى يعني في الاول ما فكرتوش يمكن انا عايز اطلع صحيح فاصل بس ما فكرونه ان احنا خدنا من لايحة مجلس النواب ان احنا يبقى فيه عندنا المنصق العام ووكيلين يمين ويسار لا هو عندنا موافق من يبص موافق من ملصق العام واحنا ضيفناها بقى النهاردة ودي كانت جديدة رئيس اللجنة الفنية بقعده في المجلس الأمناء يعني المستشار محمود بقعده في المجلس الأمناء بقين احنا 21 كان يعني اصلا 19 19 وستشار محمود فوزي حصل عليها من ناقشة برضه لأينا من اوفق هو حيب احاضر بالعكس هيستعام به ولأينا حضاك الامانة فنية هتشيل شيء لا تقيل بالعكس محمود فوزي خبرته خبرته بالضبط حيفيد المجموعة وقدين عنده الحس القانوني والبعد القانوني جدا أكيد حيفيد أمور معينة بتحتاج عايزة برضه ضبط يعني لأ دي مسألة جيدة فيه طبعا مجموعة أكاديمية موجودة على التربيزة فيه مجموعة حزبية صحيح فيه مجموعة مهنية لأ تشكيلة بشكل عام جيدة يعني والنهاردة برضه يعني ما كانش فيه نحنا النهاردة يعني إن إحنا جايين نطلع بحاجة حلو جدا وبعدين فيه حتة برضو بعد إذن حضارك لأ ما عايز أكمل ما أنا مش خطورة أنا هكمل بس أنا عايز أطلع الفصل طبعا 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 عشان إحنا حكمنا الإعلانية طبعا 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 مرتب أروح للفصل وهرجع أكمل الكلام لأنه بالمناسبة هو الكلام لأن ينقطع لأنه الحوار شكله مطول يعني حوالواطي شكله مطول شهور يعني بإذن الله وده يمكن هنرجع فيه لهشام بي مصطفى إنه مسألة الحوار انطال أكثر مما يجب هيا الزخم بتاعه يقل والمومنتم بتاعه هيبدأ يقل ودي حاجة الآن أنا شخصيا لأنا من الناس اللي تحب إيه هو إحنا فين وراحين فين وأحب الجداول الزمنية أصلا أنا خديد اقتصاد الحاجات دي بالنسبة لي مقلقة جدا فاصل ونكمل الكلام طيب أنا خوفي من البوساط الأحمدي بصراحة عشان كنت لسه بقول الجملة دي بالنص كده وإحنا في الفاصل ده حوار السياسيين ومش حوار التنفيذيين حوار السياسة بوساطه أحمدي واسع حصرت الصيف واسعة وحلوة وتلم من الحبايب ألف أنا خايف بالبلدي كده القصة تبهوأ هنا بسأل شامبي مصطفى الخوف من فقدان الزخم أو لا؟ لا هو المفروض أن المجلس الأمم يكون حريص أنه هو الاستفادة من الفرصة التاريخية دي وزي ما كنا بنتكلم هو لازم يكون فيه مخرجات سريعة للرأي العام فورا يعني إحنا في النهاية عدنا مش مكلمة عشان ما نضعيش الفرصة أنا جايين هنا ده يعني جايين نخلص كل واحد قضايا جاهزة القضايا اللي شغلها جاهزة هو كان فيه حاجات محضرها المفروض هو دي قضايا تعباية عايز وطيحت ليه فرصة أنه هو يكلم الرياسة صلب الدولة المصرية مرة يعني فالقضايا جدة أنت هتعرض أمورها تتعرض على الرئيس أنت جاي بتقول أن أنا ليا رؤى في حاجات عندي رؤية عندي رؤية وشغلاني وشغلاني وأنا المفروض عايزة أوصل لسيادتك ووصل لطلاب عمل الدولة هذه الرؤية فالمفروض أنت جاهز وجاي يتناقش ودي قضايا كبرى على مستوى وطن فهنا ده مش مش قاعدين في في مكلمة السياسيين على المقهى السياسي ومعانا متسع من الوقت المفروض الناس المختارة ومجلس الأمنة دي ناس منها عمل الدستور قبل كده وناس منها تشريعات على مستوى كبير وفي مراحل حاسمة فأنا شايف أنه زي ما كنا بنتكلم قضية الجوالات بتاعة الحوار وأولويات القضايا يعني هو بالنسبة لازم من الأول مش القضايا القضايا الاستراتيجية أولا تطرح اللي هي تتعلق بمستقبل ومصير الدولة المصرية واللي كان بيناقش فيها قضايا اللي شغلة الرأي العام القضايا اللي فيها تخوفات انت متخوف عايز تعرف حاجات ما كانش معاك المعلومات حطاها على البساط يبقى نبدأ بالمهم والكبير يعني ترتيب أجندة أولويات وأولويات وعلى مراحل جوالات وإحنا بالنسبة لها ما حدش جاي هنا نقعد بقى ونشوه ونقول لأن هنا في النسبة لها أنت دي أمانة وطني طب يمكن أنا حتى كنت في الفصل بتكلم معا سات نائب طلعة عبدالقاوي على مسألة الحوار في وجهة نظر المتوضع ما مش حوار بقى أنا من حق أقول مش كده كمواطن بقى فلازم يبقى جوالات يعني لازم يبقى فيه عندي جوالات واضحة لما كنت بكلم من نائبة أميرة صابر على التليفون في بداية الحلقة فقلت لها أميرة في فرصة ذهبية أنه البرلمان خد أجازته النهاردة ويعود للعمل مرة أخرى إن شاء الله في أكتوبر يعني عندنا ثلاثة شهر فثلاثة شهر هيبقى كل نواب البرلمان إن أرادوا أن يشاركوا في الحوار يقدروا يشاركوا وبالتالي مجلس الأمنة يقدر يخرج أو يطلع مخرجات أول بول بحيث أن تعرض على الرئيس في فترة كافية للإطلاع وده رئيس الدولة فعنده من الملفات بتاعة بلد فيها 105 مليون بني آدم زائد مخرجات الحوار الوطني هي مش منفصلة صحيحة 105 مليون بس هتقرأ لوحدها بعناية وتحال للبرلمان الأمور المتعلقة بتشريع وبتقنين وما إلى ذلك فإحنا عايزين جوالات ثم فترة الراحة ثم جولة تانية فجولة تلت أه أنا شايف كده ومش جولات إن هي مش جولات مكلمة يعني هي ترتيب أولويات حسب قوة القضايا وأهميتها وحيويتها وتوقيتاتها في حاجات محتاجة سرعة في حاجات الناس كانت عايزة تعرف في عايزة تطمن على حاجات متعلقة بمستقبل البلد يبقى إحنا لما نجي نتكلم نتكلم جد نجي بالحاجات الكبيرة رفتنا جاهزة نطلع مخرجات وإحنا عايزين نوصل للقيادة السياسية عايزين نوصل للشعب إن هناك نخبة سياسية مسؤولة قادرة على الحوار وقادرة على إخراج مخرجات يمكن الاستفادة منه لأن مرحلة بقى أنه هو يتحول السياسي الإعلامي لأ إنت مش جاي إن أنت في النسبة لك تقعد تتكلم وتعمل شو إنت المفروض دائم جاهز ملفاتك بتقول أنا بديل أو أنا عندي رؤية تانية لأ يعني عايزين يشوف الجد ده انت شفت إيه ما شافوش غيرك انت عايز خايف من إيه هو مش مخوف غيرك انت عايز توصل رسالة أنا فاهم كويس وعايز أقول حاجة يبقى أنا عايزين يشوف الحاجة دي يبقى أنا في تصوري إنه هو الأولويات تكون واضحة ومحددة وحسب قوة القضايا اللي بتطرحه عبر جوالات يجب يخرج مخرج محدد ويظهر الرأي العام ذلك هاخد في السريع كلمة من سيادة النائب طلعت باعتبار ان الحلقة خلصت وإن كان الحوار مخلصش يعني هنقعد مع حضراتك ومع غير حضراتك أيضا من الأفاضل على هذه المائدة يبقى في عندنا حوارنا الزغير مسألة الجوالات هل تم الحديث حول هذا الموضوع والنقطة دي مسألة جوالات فيه اجتماعاتكم كمجلس أمانة للحوار يعني اهنا ان شاء الله هنبقى فيه اجتماع القادم يوم 19 ان شاء الله يوم 19 وحنبدأ نحدد بقى فكرة الأولويات والمحاور واللجان واللجان والمقررين وطبعا فيه قضايا هتبقى قضايا لها أولوية يعني هنها مثلا نسبة حركة ذكرت لموضوع التشريع احنا عندنا كم من المواد الدستورية اللي لسه مطلطة لهاش قوانين مكملة الدستور يعني زي المحليات حلو المحليات دي مثلا فيه قانون المادة 180 اللي بدايت باب المحليات العرب المحلية احنا لابد ان احنا نفكر وبسرعة في قانون للإدارة المحلية فيه قوانين كتير قوي محتاجة ان احنا نفعلها ونحولها من مواد الدستورية الى قوانين وتشرعات صح فيه قضايا كبيرة جدا شائكة والمجتمع لازم يعيش فيها زي قضايا المياه قضايا المناخ قضايا السكانية كل دي هذي قضايا قضايا الاقتصادية احنا فين هال الدعم النقدي العين كلام ده كله لابد دي مساعد كلها هتطرح وزي ما حكا قلت وحق ان احنا القضايا احنا قدامنا حكا كتير لازم نتمو مجموعة حزمة من التشريعات او مقترحات القوانين اللي تطلع من هذا الحوار المحترم مجموعة من القرارات التنفيذية برضو عايزين ندخل في نقطة غاية في الأهمية ان احنا عايزين في بعض القضايا تتحول من قضايا حكومية الى قضايا مجتمعية المجتمع يعيش فيها زي زي قضية السكانية لحد الوقت احنا ما عندناش الاساس الوطني قضية مجتمعية بالاساس اه ولكن لحد الوقت احنا مستنين الحكومة تعمل ايه وتخلص ايه لا انا عايز المجتمع يحس ان احنا امان مسألة صعبة وكارثية بتهدد امن و سياسة الوطن امن و وطن فلازم تعيش معاه ايضا برضو الاحزاب السياسية يعني مع ال 106 حزب الموجودين هل هي ده هل هو ده النموذج الجيد لمستقبل مصر السياسي اعتقدش لازم اكيد دي منقاشات تدور ما بين قيادات الاحزاب وبعضها ومعض فان اتفقت رؤى لا اكتر من حزب ليه ما يندمجوش يعني بالزبط ودي ممكن اظنها تبقى مطروحة على مئدة الحوار وقصة زي ما بيحسى في العالم كله مثلا يعني عايز اقول فيه قضايا كثيرة جدا محتاجة وزي قال سيدته قال عشان بيقال احنا فعلا ما عندناش رفاهية الوقت هي مش مكلامة لا ده فيه كل كل مجموعة هتشتغل محددين جدا وحتشتغل عشان الوقت بالتوازي صحيح يعني انا ماشي ده مجموعة صحيح المجموعة الاجتماعية المجموعة الاقتصادية المجموعة السياسية ونطلع بمنتج وخاصة الناس المجموين خبراء متخصصين وعندهم يعني خلفية جيدة اذا احنا في انتظار يوم تسعتاشر يعني تضلنا كده اسبوعين اربعتاشر يوم باذن الله وتنعقد الجلسة التانية لمجلس اماناء الحوار الوطن عايزة اشكروا حضراتكم جدا لانوكم شرفتونا في هذه الليلة الرائعة وان كان الوقت قصير ما خلناش وقتنا مع حضراتكم وماش بعناش من كلامكم بس الجيات كتير باذن الله عنا ما يبدو الحوار المطول حابتين هشام بيه نورتنا كل الشكر سيد هشام مصطفى عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة سيدة النائب طلعت نورتنا سيدة النائب طلعت عبدالقاوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية عضو مجلس النواب وعضو مجلس اماناء الحوار الوطني ولسه للحديث شجون ولكن انتظرونا بكرة بإذن الله لو كاننا العمر وبرنامجكم التسعة سلامت